موسيقى 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 مثل البابتس يعني فقا وصيرين كلهم بيتحركوا لحاولهم كل واحد عرفت بصفينة بقلوله ونزال على الشارع مول هذا الشي اللي بدو إياها الزعيم بقى نحنا بحاجة نشوف على السينما وعلى الشاشة الكبيرة أفليم تحريكية كتير حلوة قبل ما نحكي معي تلينا ونحكي عن فيلمة لانعرضتين نهار وكان فيلم أسير مش فيتشر فيلمة الفيلم الافتيتية حلينا نشوف تريلر لأهم الأفليم لانعرضت أكيد بخلال الفستيفال بيها التريل موسيقى هل شفنا نحنا الاساسي طبعا المهرجين مثل المقلة اللي كان عدده رقم ثلاثة بالنتروبوليس آرت سينما فيلمك نهار تسبت تين نهار كان العرض لألوفين 12 دقيقة تقريبا كان أنيميشن للينا لينا اللي سليك سنوية طويلة عم تشتغلي على الأرض يعني عم بتعلمي الطلاب بالجامعة وعم تشتغلي كمين انت لحالك لأنه عنديك هالحب لعمل الأنيميشن كيف كان العمل عهد الفيلم مش اختلف عن الأعمال التانية منيح اختلف انه اول شي اطول كل شي افلام كنت عم عمله قبل كانت 5 دقايق 7 دقايق 12 دياز بردد بالأنيميشن كمين الفيلم التقنية تغيرت فايت كتير أكتر فيه شوية فوتج صور فوتوغراف والسرد للقصة منا يعني منا لنيور مش قصة مرة وبتجي بتشرب قهوة وبتعود مثل أفلامي عادة في قصة صغيرة واضحة كتير هون إذا بدك فيه حسيس أكتر في لأنه سوريالي شوي أكتر ألا لينة شوي بسطور في لينة دايما يعني المشاهد اللبناني بحب يشوف إشياء جديدة ويتعرف فعلية خاصة لما عم يشوفه ضمن إطار مهرجين يعني بيكون فعلا عم بيتناول مواضيع عديدة بتهم الأشخاص اللي بحبوا السينما يعني السينفيل بالدرجة الأولى مش عم بيكون بس عروض يعني عم بتكون بس عروض إذا فينا نقول يعني هوليودي أو بس عروض بتكون تجارية أو غيرها لأ فعلا نحن بحاجر هدول الأمور كمان نشوفها موقت لتاني إذا منحكي بالتحديد عن النشاط اللي بقي اليوم لحتى الخبر المشاهدية بما أنه نحن ما قدنا ندحقكم من الأول للآخر لأنه حلقاتنا نحن من الأربعة للأربعة بقى اليوم شو هو آخر نشاط ربيع اللي شفتو بالسبوت اللي هو عروس المنارة الهلي غالي اللي تبعتنا بكل المهرجان نحن منحب أنه بكل دورة يكون عندنا مثل فيجورين أو مثل الشيء يمكن بيذكر الجمهور اللبناني ببارت اف اتس ايدنتيتي فمن بعد ما حطينا جراندايزر وبرج المر حبينا السن أنه تكون عروس المنارة هي نجمة المهرجان رح يتم تحريكه اليوم من الساعة أربعة إلى الساعة سبعة ونص من قبل مجموعة وراء رح يكون في زويتروب ضخم رح تبرم يعني وكل الجمهور مدعو أنه يشارك بهذا الحفل عكيد على لونة بارك روشة بالمنارة ويشاكوا فيها الكبار مثل الصغار لا يحركوا ويتصوروا معا يعني يعني كيف رح تكون المشاركة بينزلوا بس بتواجدوا هونيك على لونة بارك على الدولاب حيستعملوا هي التنورة تبعة مثل زويتروب يعني كل مقعد هو فرايم حيرسموا على كل مقعد وبس تبرم بيصير فضيعة فيها تنزروا لها كمان تخير تطفلتنا الكبيرة تطفلتنا كمان غيطة اكيد اكيد يعني مريزم لانتو للموزيع الفزيع والموزيع الفجعلي بس نزل 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 مش عيدين كل مرة بالموضوع مش بحاجز يذكرون بها هكي هنك بشوق ترسخ خلاص صارت هيك مطبوعة مطبوعة يقول العالم هنه اللي حالان بيشهدوا قديش رونا بتحب الأكل هلأ باكل وبس تأكل كل ما باكل بتذكرك يا رونا ولكن أتوقع بعد ساعتين ما أعرف لي كنت تكلع البطي بس مش قدي بس مال عليك اللي حتيرون أقول كمان لا أعديك قطيعا لشادي غابا اللي هو مثل ما قال لفاس بي سيزار أفضل فيلم فيتشر أفضل فيلم فيتشر بالكان فيلم فاستفال من شوف لشادي غابا كمان اللي شارك وكان فيلم اللي افتتاح للمهرجين مالذيب هو رابطسفار عمي ليس لديم وفي المحركات بالأسفال يسمى لشادي رابطسفا لبطسفاح سلبيا وما يقولون بس منعهم المالذي في السيئة من دير تلك سيزارة ومنذي قبل سيزارة لا يمكن أن يمكن أن يكون من العالمين لدينا يجب أن يكون منذنين لا أرافك في ت LevelB? نحن نبتاك بالجرد! أنا أرافك التي تنبغ المساف منها لست أمور أنه فأنا متحاك أن تتبع قطعه فقد بشأنها لك في معصفك لإنها نانك طرحها نحن نمتل ما حدثتها للجمر هائل جهازا كذلك في بلدخل الحافي نحن نقوم بالنسبة حقا حقا كنا قلنا بقاء المسافة لنا نقول لك zaعادة تطبيقين لك zaعادة مدى تسوية وقتا كنتي عندنا من فترة بالستوديو كانت الحلقة هيك حسينها هيك كنا عندنا بعض شغف كثير كبير ونهم اكتر لما اتعرف اكتر على هالموضوع لانه عم نشوف في اقبيل الحمد الله عند الطلاب انه يروحوا ويتعلموا انيميشن اكتر لانه عم يقدروا يطوقوها بحياتهم بشتى المجالات يعني ان كان بالنسبة للبوبليستي ان كان ماركتنج ادورتايزنج وغيره بعدش عم تشوف فعلا فيذا التوجه عندك بالطلاب بالايوبي بالتحديد في توجه يعني اللي بياخد الكورس او المادة الانيميشن كلهم فرحتا بنبسطوا كتير فيه فيها نوع من السحر يعني عم تعملي شي من شي جامد عم تحركي بس بنفس الوقت هو ضمن برنامج تاني اللي هو جرافيك دزاين سو ما في تخصص اناميشن بالايوبي وبتصور في كتير تلميز بيحبوا انه يكفوا او يمدوا ممكن ان شاء الله يكسيري طواء ممكن ان شاء الله بس مثلا كان ضمن المهرجان بتصور شي كتير كتير حلو كان فيه طالة حوار عن هالاشي يعني عن الانيميشن بالتعليم وشو فيه موجود يعني نحنا كنا عم نحكي كلنا اللي بيعلموا انه ياريت نقدر نجتمع او نأسس سكول اف اناميشن او يعني يكون فيه تخصص اكتر لا فيه جامعة عندهم اكتر كرات بس لسه مش واصلة لدرجة انه يكون عمنا نحنا نعم 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 ربيع بالنسبة للأفلام اللي تالت كمان فيلم الافتتاح وفيلم لينا نهار السبت كمان نهار الاحد كان فيه ارنس السلستين اللي كان فين بالعيلة فيلم انيميتد لكن للعيلة من صغار للكبار كمان خلينا نشوف التريلر تبعيته ونحكي 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 للمشاهدين بالتحديد بمشاركتون اليوم لأنه اليوم كتير مهضومة وحلو هنه كمان يحسوا حالو معنوين اكتر على الارد نعم 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 ن وهذا ثالث يوم المهرجيين ومن بعدها كمان شو الأفلام اللي عرضت بخلال هالذا بس بدي أذكر أنه الناس السلسين كان عرضوا الأول بلبنان فيما حينزل بالصلاة بآخر الشهل من قبل شركة جولف فيلمز هيدا الفيلم كان نحنا كل دورة منجرب أنه نحط فيلم للأولاد وللعائلة وكان يمكن إذا بدك من المهرجان تفسير للجمهور أنه بس يقولوننا أنه يهي عنيميش أكيد المهرجان للأولاد المهرجان طبعاً منه للأولاد مهرجان موجه أكيد للجمهور الأكبر أكيد بس نحنا منهبهمنا أنه نخصص عرض للأولاد بإطار المهرجان والحمد لله كان عرض ناجح كثير أولاد بالصلاة وهذا بفرحنا يعني من بعد الناس السلسين كان عروض طبعاً مختلفة كان عنا تحية لري هاري هاوسن المحرك العالم الشهير اللي توفى الشهر الماضي كان عنا أكيد عروض لأفلام أصيرة عالمية غير العرض اللي قدمت فيه لنا اللي هو عرض لبنانة وعربية كان عنا أكيد عرضين عالميين ومبارح أكيد كان عنا الختام مع فيلم أكيرة اللي هو أسطورة بعالم التحديد نعم واليوم من الساعة أربعة لساعة أمانة في نتجهوا على المنارة على المنارة صحيح يشاركوا كل شخص يعني موجودة تحت كل الأشياء اللي بدون يرسموا فيها وهي كله موجودة تحت دغري على الأراض وفيهم يجو ساعة اللي بدون يعني مش لازم يكونوا من الأربعة لساعة أي وقت فيهم يجو فيهم يشاركوا كتير منيح لك أنه بدي أقول كمان لكل المشاهدين أنه اليوم أو بكرة هو بالتحديد رح ينزل ويلد وورزي كمان كل اللي بيحبوا براد بيت وهم كثر أكيد طبعا أول نسخة أكيد بشكل جديد يعني براد بيت هالمرة عم يعمل فيهم أكتر فيكشنل وأكتر فيه نوع من الثريلر رح ينزل بكرة ويلد وورزي أيضا أيسمان لكريس أفنز وينونا رايدر كمان فيهم كتير حلو فيلم أكشن كتير بذكرنا بيقول فلس كمان كمان رح يكون بكرة موجود بالصلاة الليبنانية لكل اللي بيحبوا أكيد يتابعوا هالأفلام وبلز بليز 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 قوعكم تحضروا هانج أوفر 3 على كل حال أنا بتشكرك غيدة بتشكر ديوفك أكيد وغود لك لليوم ورح نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها منكفي عالم الصباح